بعد إبرامي صفقة الاستحواذ شركة موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقابل 44 مليار دولار خطوة أخرى يقوم بها الملياردر الأمريكي إيلون ماسك حيث باع أسهم بقيمة 4 مليارات دولار في شركة تيسلا للسيارة الكهربائية يومي 26 و 27 أبريل الجاري بيع تلك الأسهم جاء في الوقت الذي كان المستثمرون في تيسلا ومحلل وولستريت يتوقعون أن يحتاج ماسك إلى بيع بعض أسهمه في الشركة العملاقة لصناعة السيارة الكهربائية لتغطية حصة بقيمة 21 مليار دولار في صفقة الاستحواذ على تويتر كان ماسك قد تعهد شخصيا بتوفيرها إيلون ماسك أثر علامات استفهام كثير عندما قال إن شراءه لشركة تويتر يهدف لتطويرها كونها لا ترقى إلى مستوى منصة لحرية التعبير شعل الكثيرون يتسألون عن ماذا سيتغير في المنصة بعدما صارت بين أيدي ماسك أعتقد أن هناك الكثير من الأسئلة فيما يتعلق بصفقة ماسك وملكية تويتر ما الذي سيفعله؟ هل يغيرها إلى منصة اشتراك؟ حرية التعبير؟ كيف تغير تويتر؟ أعتقد أن هناك المزيد من الأسئلة بحاجة إلى إجابات في هذه المرحلة وأعتقد في النهاية أن هذا سيكون مشروعا لمدة 12 إلى 18 شهرا لمحاولة تغيير تويتر وأعلن موقع تويتر تسجيل أرباح أعلى من المتوقع خلال الربع الأول من العام بعد أيام من إعلان ماسك عن خططه للاستحواذ على المنصة الاجتماعية حيث ارتفعت إرادات تويتر خلال الربع الأول بنسبة 15.4% في المقابل ترجعت أسومو تيسلا بنسبة 12% خلال اليومين الماضيين وهي أكبر نسبة منذ سبتمبر 2020 ترجمة نانسي قنقر